استراتيجية حبة السم الدفاعية تبنتها الشركة تويتر بالإدماع المنصة قالت إن الخطوة التي أطلقت عليها خطة حقوق المساهمين المحدودة المدة تهدف لتمكين المستثمرين فيها من إدراك القيمة الكاملة لاستثماراتهم في الشركة بتقليل احتمالية أن أي شخص يمكن الاستحواذ عليها دون أن يدفع علاوة لحامل الأسهم أو أن يمنح مجلس الإدارة مزيدا من الوقت يأتي ذلك بعدما قدم إيلون ماسك الذي يمتلك نحو 9% من أسهمها وهو ما يجعل المساهم الأكبر في تويتر خطابا إلى الشركة يتضمن اقتراحا بشراء الأسهم المتبقية فيها التي لا يملكها وقدم ماسك عرضا تزيد قيمته على 43 مليار دولار ووصف هذا السعر بأنه عرضه الأفضل والأخير معربا عن إيمانه بإمكانية أن يكون تويتر منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم كان المليار دير منتقدا صريحا لتويتر في الأسابيع الأخيرة ويرجع ذلك في الغالب إلى اعتقاده بأن المنصة لا تفي بمبادئ حرية التعبير وأثرت منصة التواصل الاجتماعي غضب أتباع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشخصيات سياسية يمينية متطرفة أخرى تم تعليق حساباتهم بسبب انتهاك معايير محتواها بشأن العنف أو الكراهية أو المعلومات المضللة الضارة اشتركوا في القناة